السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلميذ السنة الثانية متوسطة ولحتى أولياء تلميذ لهم يشاهدوا فينا معكم أستاذ يسمين وأبنائي وبناتي إن شاء الله اليوم رح نشوف فرض في مادة الاجتماعيات يعني التاريخ والجغرافية مفهم؟ إذن لهنا رح تقولي أستاذ جبت لكم هذا الكتاب لأنه لاحظت باللي فيه أغلب ولا 90% من التمارين اللي اضطح لكم في الفصل الثاني إذن اخترنا بعض التمارين اللي حنقول لكم لماذا اخترناهم مفهم؟ لأنه رح تشوفوا باللي فيها دروس الفصل الثاني طبعا إذن نبدأوا بالتمارين الأول يعني حنخيلكم عدة تمارين وليس أربعة ولا عدة تمارين وناخدوا كل منها فكرة جديدة يلا الوضعية الأولى في التاريخ تقول ما هي عفوا ما هي أشهر الديانات والمعتقدات المنتشرة في بلاد المغرب قبل الفتح الإسلامي معدها ويقول لي قبل ما يكون عندي فتح إسلامي معدها قبل ما يجوا المسلمين لبلاد المغرب كانت كيلة ديانات ومعتقدات يعني قبل ما يجي الإسلام ما هي يلا الله هنشوفوا قولي أستاذة ما مقرناش لكن تكون الأستاذ ولا الأستاذة قال لها شفاهيا ولا تلقوها حتى في الكتاب بتعكم وتقدر تحلكم يلا الوضعية الثانية ولا التماني الثاني يقول لي حدد على الخريطة الصماء الموقع الجغرافي لبلاد المغرب قبل الفتح الإسلامي معدها تقدر تحلكم هكذا يعطوكم خريطة صماء وشمعت صماء معدها ما فيها لا ألوان لا أولو لا أشكال ويقولكم أنتما مثلوا عليها إذا نحن شوفوا وروا بلاد المغرب قبل الفتح الإسلامي معدها قبل ما تدخل الإسلام قبل ما يدخل عليه حدد المناطق التي تم احتلالها من الطرف البيزنطيين مع أنتها البيزنطيين هم اللي كانوا محتلين بلاد المغرب قبل ما يجي الإسلام إذن وين كانوا بالتحليل الثمانين اللي اخترناه بعده يقول مرة الفتح الإسلامي لبلاد المغرب بثلاث مراحل أساسية أذكرها بالترتيب مع أنتها بلاد المغرب في الفتح الإسلامي كان عندها ثلاث مراحل للفتح ما هي ولازم نذكرها بالترتيب الثمانين اللي بعده يقول عرف المغرب الإسلامي منذ إتمام الفتح حتى دخول أتراك العثمانيين مرحلتين أساسيتا مرحلة الولاد ثم مرحلة الديوالات المستقلة والموحدة أذكر خاصائص هذه الدولات باستعمالها الجدول معناتها راح نملؤ الجدول تاعة الدولة الرسومية والدولة التي تاليها شكون هي مفهوم؟ إذن كل مرة راح نكتب المؤسس اللي هنا المؤسس تاعة الدولة هو إدريس بن يحيا الموقع الجغرافي معتوين كانت السنة التأسيس العاصمة وسنة السقوط كذلك التمنية اللي بعده يقولي أجب بنعم أو لا يعني ما قاليش صحح تعتبر الدولة الحمادية أول دولة استقلت منها الخلافة المركزية تتبع الدولة الفاطمية المذهب الشيعي سميت الدولة المرابطية بهذا الاسم لأنها وحدت بلدان المغرب وتعتبر الدولة الزيرية امتدادا يعني جاءت بعدها الدولة الحمادية في كل مرحلة راح نشوف هل هذا صحيح أم خطأ ننتقل الآن إلى الوضعية الإجماجية اللي اخترناها لتقول تابعت حوارا بين مؤرخين حول طبيعة الفتحات الإسلامية لبلاد المغرب حيث يرى أحدهما أنها لا تختلف عن غزوات الرومان والويندال بينما يرى الآخر أنها تهدف إلى هداية البشرية ونشر القيم الإنسانية والحضارية يعني مؤرخين بدوي الضربوا وحد يقولوا بالفتحات الإسلامية كانت كما الاستعمار والآخر قالوا كانت تهدف إلى الهداية نشر الإسلام القيم الإنسانية إلى غري ذلك يلا السند الأول يقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم وأن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأن مسلمون صورة العمران الآية 64 السند الثاني قول أبلغ أم المؤمنين أن الوالي يقزو بنا بجنده فيستأثر بالغنيمة ويأحمنا منها وإذا حاصرنا مدينة قال تقدموا وأخرى جنده ثم إنهم سوامون أن يأخذوا كل جميلة من بناتنا فقلنا هذا ليس في كتاب ولا في سنة ونحن مسلمون إذن هذه من عوام استياء المغاربة من الولاد الأمويين والعباسيين التعني ما تعيش تقول لي ولا السؤال انطلاقا من السندين ومكتسباتك القبلية اكتب فقرة من 8 إلى 15 سطر تجيب من خلالها عن المشكلة المطروحة معنا نحن رح نشوفه وشنه هي المشكلة المطروحة ونجاوه عليها معنا نشوفه وش من درس رانا فيه إذن يلا نبدأ التصحيح مع بعض يلا نبدأ بالسؤال والتمرين اللي قلنا ما هي أشهر ديانات والمعتقدات اللي كانت في بلاد المغرب قبل أن يأتيانا الإسلام ولا قبل الفتح الإسلامي إذن أشهر ديانات والمعتقدات المنتشرة في بلاد المغرب قبل الفتح الإسلامي هي المسيحية واليهودية والوثنية مفهوم؟ يعني هذه الديانات الثلاثة كانت في بلاد المغرب قبل ما يجيها الإسلام المتمثلة في عبادة بعض الظواهر طبيعية مثل القامر آمون إلى غري ذلك مفهوم؟ إذن قبل كنا في جهل الآن حمد لله رانا مسلمين ولك الحمد يا الله يعني كانت تشوفوا المسيحية يهودية وثنية مع أنت كل واحد عنده الطائفة تعولة كل واحد عنده وش يعبد كي جاءت الفتحة الإسلامية وحدتنا كلنا على دين الإسلام يلا الوضعية الثانية وش تقول حدد الموقع الجغرافي لبلاد المغرب قبل الفتح الإسلامي وشكون هي اللي احتلها البيزنطيين مع أنتها عندي زوج ألوان يلا البيزنطيين مع أنت النفوذ البيزنطي اللي كان قبل الفتح الإسلامي وش الدان كان داي وشنو جزء صغير فقط لهنا لا نلاحظو الجزائر وبعض من الدول محايدة لها وأما بالنسبة للمغرب القديم مغرب القديم كان هذا كاعتك شوفوا الامتداد التاعون نفهم أن يجب علينا حفظ يعني على الأقل يعني مش مئة بالمئة لكن على الأقل نعرفه مين نراه يدور المغرب القديم نفهم ولا بلاد المغرب قديما عادة بالنسبة للخريطة التعنى التمرين اللي بعده قال لي مرة الفتح الإسلامي لبلد المغرب بثلاث مراحل أذكرها مع الترتيب إذن نعرفوهم جي مرحلة الاستكشاف مرحلة الفتح المنظم ومرحلة التنظيم دوما مما يقول ليش يعطيني التواريخ نحن نعطوهم له الاكتشاف كانت من 28 إلى 50 هجري الفتح المنظم كانت من 50 إلى 86 هجري مرحلة التنظيم كانت من 86 إلى 101 هجري كان بعض الاختلافات كما احنا نقوله في التواريخ دوما نحن نتبعوه على حساب الأستاذ مفهم يعني تبعوه على حساب الكائد تعكم دوما مفهم لكن كلها المراحل يعني يجب تكون بالترتيب يلا نروحو للسؤال اللي بعده اللي قلنا نكمل الجدول تعنا إذا نوجع عندنا تجي الدولة الرسومية والدولة الإدريسية الدولة الإدريسية جاية نسبة إلى الإسم المؤسسة اللي هو إدريس بن يحيا نفس الشي الرسومية جاية نسبة إلى المؤسسة اللي هو بن رسوم عبد الرحمن بن رسوم يلا دولة الرسومية قلنا المؤسسة عبد الرحمن بن رسوم وين كانت الموقع الجغرافي معتها وين كانت كانت في المغرب الأوسط مفهم سنة تأسيس تحا 776 ميلادي العاصمة كانت تيهرت وسنة السقوط معتها وقتها ساقطت 909 ميلادي دوما نذكركم تواريخ قلنا كان بعض الاختلافات في الكتب احنا دوما نتابعوا السنة اللي تلقوها في الكراستاكم يلا أما بالنسبة للدولة الإدريسية قلنا المؤسس تحاها هو إدريس بن يحيا كانت مش في المغرب الأوسط وإنما في المغرب الأقصى سنة تأسيسها سنة 788 ميلادي العاصمة هي فاس وسنة السقوط سقطت 923 ميلادي إذن هذه لازم نحفظه الدول بالمؤسس بالموقع بالسنة تأسيس والسقوط والعاصمة نذهب إلى 80 الأخير قبل الوضعية اللي يقول لي أجب بنعم أو لا إذن قال لي تعتبر الدولة الحمادية أول دولة استقلت عن خلافة المركزية إذن هذا خطأ لا تتبع الدولة الفاطمية المذهب الشيعي نعم الدولة الفاطمية تتبع المذهب الشيعي سميت الدولة المرابطية بهذا الاسم لأنها وحدت بلدان المغرب لا الدولة المرابطية مش سميت لأنها زعمارة بطت لا تعتبر الدولة الزيرية امتدادا جاءت امتدادا مع أنها جاءت بعدها الدولة الحمادية كذلك لا نفهم إذن دوما نقولكم لازم نكونوا حفظين الدروس تعنا باش نكونوا نعرفوا الجواب خاصة إذا قلنا وصحح الخطأ ننتقل الآن إلى الوضعية الإدماجية تعنا ليراهي تهضر على الفتوحات الإسلامية في بلاد المغرب يعني في درس الفتوحات الإسلامية لبلاد المغرب يلا أبنائي دوما يخي وليتلكم كيفاش نديروا وضعية إدماجية في مواد الحفظ لحن نحطها لكم إن شاء الله في رابط الوص دوما قلنا عندي مقدمة والموضوع والخاتمة المقدمة نكتب نكتب فيها واللي يجب عليها تنتهي بسؤال مفهم هذي جامعين سوا يلا نبدأ ونقرأوا تقول لي لقد أنعم الله علينا بنور الإسلام بفضل الفتوحات الإسلامية مع أنتها الإسلام كيفاش نتخلى علينا هو نعمة مفهم أنعم علينا الله يدخلوا وداروا الفتوحات الإسلامية واستجابت أجدادنا لدعوة الفاتحين ودخولهم في هذا الدين مع أنتها الأجداد تعنا ما قاوموش وإنما عجبهم الدين ودخلوا فيه ولكن هل كان هدف الفاتحين هو إعلاء كلمة الله وإخراج الناس من الظلمات الكفر إلى النور الإيمان أم لهم أغرض معينة خفية علش هذا هو السؤال تعالي أنه علش قال لك مؤرخين يخشفنا في السنة مؤرخين بدأوا يضربوا واحد يقول الفتوحات الإسلامية كانت عبارة عن استعمار والآخر يقول لا كانت لإخراج الناس من ظلمات الكفر إلى النور يلا نشوفوك الحل تاحة إذن الضرسة تعي نبدأ بدأ الفتح الإسلامي لبلاد المغرب بصفة رسمية منذ حملة عبد الله بن أبي صرح في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه سنة 27 ثم تلتها حملات متتلية معينة الحملة الأولى كان شكون دارها عبد الله بن أبي صرح في 27 هجي ومبعد كاين حملات أخرى وقد واجه هؤلاء الفتحون مقاومة شديدة لم يواجهوها في أي منطقة أخرى معينة صابوا لاستعمار هذا إلى غري ذلك يعني مواجهات كثيرة ولكن عندما تفهم أجدادنا مبادئ الإسلام أقبلوا عليه راضين غير مكرهين معينة كي شافوا بلي صح الإسلام دينيوسر دين كما نقوله نور إلى غري ذلك أقبلوا عليه راضين غير مكرهين يلا وفي هذا الصدد لا يجوز أن نشكك في نية هؤلاء الفتحين معينة لا يجوز علينا نقول بلي هذك الفتحين كانوا مستعمرين وغرضهم من هذا الفتح أو في إخلاصهم وتقواهم لأنه كانوا مخلصين يعني كانوا يديروها لوجه الله يلا ولكن الدراسة لدرس التاريخ المؤرخين لدراسة هذه الفتحات يجدون موقفا ولا يجد موقفا تجعلنا نعيد النظر في نية البعض من هؤلاء القضاء رغم الأساطير المنسوجة حول بطولاتهم وبلائهم وإسلامهم لدرجة تصنفها ولا نصنفها من المعجزات ومن الأمثلة التي يمكن أن نسوقها ما فعله عقب بن نافع من خلال حملته الثالثة معنى الله نرى يقول لي كاين بعض المؤرخين يقولوا بلي هذا رهو استعمار لكن لا ما يجبش علينا نشكك والدليل تعالى هو الفتحات اللي داروها وجهدوا في سبيل الله وماتوا إلى غري ذلك وعندنا كذلك ما فعله عقب بن نافع من خلال حملته الثالثة حيث وجد الطريق ممهد لنشر الإسلام ولكنه استغل ذلك في تصفية حساباته مع أبي المهجر دينار ولم يسلم الأمير كسيلة من شره وفي الأخير دفع ثمن ذلك بحياته وحياة الكثيرين من جنده ولم يتوقف الأمر عند هذا بل نجد بعض الولاد من فرض الجزية على سكان المغرب حتى من دخل في الإسلام تسمان لهنا وشو يقول لي صح ما لازمش نشككو لكن عندنا بعض كما احنا نقولو النقائص اللي دارها عقب بن نافع لهنا بعض الولاد الذي فرضوا الجزية وشنه هي الجزية؟ ما عندها لازم نحط دراهم باش مثلا أعيش أكل إلى غري ذلك رغم أنهم مسلمين تسمى كيين اللي صح خرجوا عن طريق لهذا بعض المؤرخين قالوا بلي هو استعمار لكن لا هو ليس استعمار وسلبي بناتهم ونسائهم وهذه بدعة ليست لا في الكتاب ولا في السنة إلى غري ذلك هذه تجاوزات الخطيرة التي ارتكبها بعض الفاتحين وبعض الولاد هي التي دفعت الأمازيغ إلى إعلان الثورة عليهم في الكثير من الأحيان وسهم ذلك في ظهور الدول المستقلة مع أن هذه العقبات ولا هذه الهفوات اللي داروها بعض الفاتحين أنه يقول بعض الفاتحين وليس الكل خلات أن الأمازيغ مع تكيشفت تجاوزات خاصة على بناتهم نسائهم إلى غري ذلك حبوا يديروا دولة وحدهم ومن خلال هذه الأمثلة يتبين لنا بأن هذه الفاتحات ليست دائما لغرض واحد وهو نشر الإسلام وإنما جعلها البعض وسيلة لتحقيق أغراض أخرى للأسف لكن لا يعتبرون واحد بالمئة يعني ما يقولوش كلهم داروا هكذا ولكن واحد بالمئة اللي كما احنا نقولوها فوات وإلى غير ذلك مفهم هذه بالنسبة لي قلنا جزء التاريخ نفس الشي أبنائي لهنا اخترت لكم بعض التمارين في جزء الجغرافيا راح نشوفوها واشنوه هي التمنيه الأول يقول لي اشرح ما يلي الظاهرة الديمغرافية والصونامي التمنيه الثاني راح يقول لي الصين أعطاني الصين الميساحة وعدد السكان واليابان نفس الشي الميساحة وعدد السكان يقول لي احسب معدل الكثافة السكانية للبلدين على ضوء المعطيات الواردة في الجدول معناتها أنا راح نحسب الكثافة السكانية على الصين واليابان بيسعب بسعمال الميساحة وعدد السكان يلا نشوفو التمنيه اللي بعده كذلك اشرح ما معنى الأمن الغذائي والموارد الطبيعية السؤال اللي بعده يقول لي نحدد موقع الصين الشعبية على الخريطة الموالية واذكر موقعها الفلكي معناتها اللي هنا راح نشوفو وره هي الصين الشعبية ونذكرو الموقع الفلكي تحتها بالنسبة للوضعية الإدماجية يقول لي أراد أحد زملائك إعداد عرض حول مظاهر السطح في الصين فطلب منك مساعدته بما تملكه من معلومات يلا اللي هنا عندي جبل كونلوب وهذا بتتبت وحوض سيتشوان الفهم اللي جايين كلها في الصين انطلاقا من السندات المقترحة ومكتسباتك القبلية اكتب فقرة وجيب فيها عن الإشكالية المطروحة معدها مظاهر السطح في الصين مفهوم؟ إذن يلا نبدأ والحل تعجز الجغرافية مع بعض إذن يلا نبدأ والتصحيح تاتمني الأول يقول لي اشرح المصطلحة التالية إذن كين تلاميذ دا مدارش صنامي لكن من المستحسن أنه نعرفه يعني بسيط جدا يلا الظاهرة الديمغرافية كل نادرناها هي كل دراسة أو ظاهرة تتعلق بسكان حجمهم توزعهم وعن أنواعهم وأعمرهم مفهوم؟ أنواعهم مع أنت أجناسهم مفهوم؟ يعني نرمو قولوا الجنس وليس النوع مفهوم؟ هذه بالنسبة كين قول ظاهرة ديمغرافية مع أنت أعرفوا بلي راح نهضر على السكان سواء أنواعهم جايين توزع تحمعتها البلد اللي جايين فيه الحجم تاع هذا السكان يعني هل هو كبير ساغل أعمار تحم الجنس تحم هل كان الإنث أكثر من الضكور إلى غير ذلك مفهوم هدية وشو مع أنتها الظاهرة؟ الديمغرافية وبين قوسين كل واحد دوما يعرف على حساب وش رأه وحافظ يعني من الكراس يلا ما هو تسونامي؟ هي موجات البحر كما يسمونها باللغة المحلية وتعني طغيان مياه البحر أو المحيط على شكل موجة كبيرة وعالية على اليابيسة مع أنتها البحر يطغى على اليابيسة هدية وش رأه مع أنتها تسونامي؟ وتسونامي هي التسمية المحلية من جهة اليابان إلى غير ذلك يلا نروح الآن نشوفو الوضعية الثانية اللي غيرت قولي أحسب الكتافة السكانية حذاري أبنائي الكتافة السكانية ليس المساحة قسمة عدد السكان وإنما بدأوا عدد السكان قسمة المساحة دوما قسموا السكان قسموا عدد السكان مثلا هنا 1.25 قسمة هذا قسمة المساحة اللي يعيشوا فيها نلقى الكتافة السكانية بنسمة على الكيلومتر المربع إذن نقسم هذه على هذه ونفس الشيء هذه على هذه لكن فقط ما تنسوش تحويل لأنه لازم مليار يروح مع المليار لأنه لازم هنا تكون وحدة كيف كيف سواء مليون مع مليون ولا مثلا مليار مع مليار لذن هنا يكونوا كيف كيف إذن مثلا كيما هذه نخليها بالمليار وهذه كيفاش نحولها يخي قلنا المليون ستة والأخر فيه تسعة فهم إذن هذه كي نحولها تولي لي صفر فاصل صفر صفر خمسة وتسعين فهم كي نحولها المليار ونقسم تخرج لي 131 هذه الفاصلة مكلة تدوها يلا هذه عندي مليون وهذه عندي بالألف عندي 378 ألف كيفاش نحولها المليون تولي صفر فاصل هذا كامل مفهم نقسم هذه على هذه رأي تعطيني 33 نسمع الكيلومتر نتقل الآن كذلك للتمنين اللي بعده اللي يقول لي كذلك اشرح ما هو الأمن الغذائي والموارد الطبيعية إذن الأمن الغذائي جاي معنتها أني نأمن الغذاء وهو قدرة الدولة على توفير حاجة المواطنين الغذائية سواء بالاكتفاء الداتي أو بالاسترداد معنتها أنا لازم علي المواطنين يكون عندهم القدرة على توفير الحاجات ليكلوها مفهم سواء بالاكتفاء الداتي وشو معتها اكتفاء داتي معنتها الدولة تقوم بزرع مثلا المواد الغذائية تنتجها إلى غير ذلك أو الاسترد معنتها تستوردها من الدول الخرج معنتها من الدول المجاورة إلى غير ذلك مفهم يلا ما هي الموارد الطبيعية يقصد بها الثروات الطبيعية التي تدخل كمواد أولية في مختلف الصناعات أو الثورة الفلاحية كالمنتوجات الزراعية والحيوانية وغيرها إذن موارد طبيعية جاية من كلمة تعطيها الطبيعة أي الثروات التي تعطيها لنا الطبيعة وتدخل كمواد أولية مفهوم يعني مواد أولية مثل الخشب الفحم الحديد مع ذلك اللي تعطيني جيم الطبيعة مباشرة وين نستخدمها نستخدمها في الصناعات وكذلك عندي موارد طبيعية أخرى اللي هي الثورة الفلاحية مع أنت الأرض التعنى الفلاحة وكذلك الحيوانية مفهم هذه كلها موارد تعطيها عفوا لنا طبيعة بدون مقابل يلا لي بعده يقول لي حدد موقع الصين الشعبية على الخريطة المولية يلا نشوفه أعطاني الخريطة إذن الصين الشعبية هاي يعني يعطوها لكم لونة يعني هاي الحدود الصين الشعبية التاعي مفهم يلا قال لي موقع الفلاكي مع أنتها مش نوع عندها الحدود التحى مفهم الموقع الفلاكي مع أنتها خطوط طول دوائل العرب كما رأنا حفظينهم مفهم إذن لهنا وش نشوفه من الشمال 53 درجة جنوبا 18 على الشمال عندي 134 الشرق عندي 74 درجة مفهم يلا نرحو الوضعية الإدماجية التي تتحدث على مظاهر السطح في الصين إذن لهنا نبدوها يقع الصين شرق قارة أسيا يعني المقدمة التاعين نبدأ نعرف الصين يقع الصين ولا تقع الصين شرق قارة أسيا يحدها شمالا روسيا مع تلفوقة عندها روسيا ومنغوليا مفهم ومن الجنوب مجموعة من البلدان مثل الهند النيبال اللاوس الفيتنام إلى غير ذلك ومن الشرق كوريا الشمالية والبحر يعني بحر الصين ومن الغربوش عندها عندها روسيا أفغانستان كغزاخستان إلى غير ذلك هنا يقول لي يتربع ولا تكملت عن موضوع تعني يتربع الصين على مساحة شاسعة تقدر بتسع ملايين ونصف مليون كيلومتر موربع مع أنت اللي هنا الدو وشنا حفظي يعني نحطه ويتميز بسطح متنوع التضاريس تمثل ولا تتمثل أساسا في المرتفعات يعني الجبال وفي مقدمتها الجبال من أشهرها هو جبل كونلون اللي قلنا صبنا في السندات كالمكمل ولا المكلل عفوا بالثلوج يعني يتسقط فيه الكثير من الثلوج إلى جانب جبال هانكشان غونغا تيانشيان إلى غريضة يعني نحن نقوله الوشنا حفظين ولا وشكين في الكراس إذا ما عندناش أمثلة نحطه مثال واحد فقط وتشتهر الصين بهضبة التبت التي تتصف ولا تتصف هي أيضا بارتفاع وامتداد حيث تمتد حتى دولة النيبل معنى هذه الهضبة راهي دولتان مفهم يلا إلى جانب هضبة مونغوليا وهضبة اليونان قويتشو مفهم كما توجد بعض السهولة على غير الحوض سيشوان الذي تحيط به بعض المرتفعات كما تجري في أراضيها أنهار عديدة أشهرها نهر يانكسانك إلى غريضة معنى مدام ما نشحفظين تذكروا وشكين في النص ولا في السند فقط هذه هي خصائص السطح في الصين بات المساحة فونس الشاسعة بمختلف مظاهر السطح من مرتفعات يصيبوا في الوضعية باللي تقولوا لهم الصين عندها العديد من التضاريس سواء جبال سهول أنهار إلى غير ذلك هذه هي بالنسبة لهذه الوضعية هذه أبنائي بالنسبة للوضعية يدعطون لكم وضعية حول الصين يلا نشوفوا مثلا يدعطون على اليابان وش تقول لي وضعية تعاني اليابان من قلة الأراضي الزراعية معنى اليابان معنى كثير من الأراضي الزراعية لكن رغم ذلك تمكنت من تحقيق أمنها الغذائي معنى عندها أمن الغذائي والمكتفين ذاتيا السكان السند يعمل المزرعون اليابانيون بأقصى طاقتهم للاستفادة من المساحات المحدودة لأراضيهم باستغلالها وزراعتها بكفاءة عالية السند رقم 2 زراعة المدرجات باليابان نشوفوا باللي عبارة كما نقولوا دروج نفهم هذه تقنية جديدة واستغلال المجال المائي كما رنا اللحظوا في السند رغم 3 يلا التعليم انطلاقا من السندات والمكتسبات القبلية اكتب فقرة تجيب من خلالها عاني الإشكالية المطروحة وشنو هي الإشكالية المطروحة معنى كيف اليابان عندها قلة من الأراضي الزراعية لكن مكتفية ذاتيا يلا نشوفوا كيفش نجاوب على هاته الوضعية إذن تعاني اليابان من قلة الأراضي الزراعية شفناه لكن رغم ذلك تمكنت من تحقيق أمنها الغذائي فكيف نجحت في تحقيق ذلك معنى كيف قامت بالاكتفاء الذاتي اعتمدت اليابان لتحقيق أمنها الغذائية على إجراءات عديدة أهمها استغلال مجال بحريك كما شفناه ذوك في السند الرابع في إنتاج الثورة السماكية على اختلاف أنواعها معنى متنوعة والتي تعد مادة غذائية وصحية هامة وفهم يعني الثورة السماكية وفي الميدان الزراعي وشقد دارت اعتمد اليابانيون على استراتيجية متعددة منها خدمة المزارعين اليابانيين بأقصى طاقتهم للاستفادة من المساحات المحدودة لأراضيهم باستغلالها وزراعتها بكفاءة عالية حيث تم استصلاح مساحات هامة من الأراضي الجبلية باستخدام طريقة المدرجة معنى حكم الجبال اللي كانت عبارة عن جبال وداروها عبارة عن دروج ودراجات معنى كبارة عن دروج نفهم هي كانت جبل لماذا داروها ليكون عندهم اكتفاء ذاتي لأن المساحات قاعتك خلاصونهم للزراعة إذن داروا هذه الاستراتيجية يلا وعندنا الاعتماد على طريقة الزراعة العمودية كذلك وبناء أبراج للطوابق وكل طابق يستغل في نوع معين من المزروعات نفهم معنى ما في للطوابق تحمؤ للأبراج يديروا المزروعات الاعتماد على طريقة الدورة الزراعية حيث يستغلون الأرض أكثر من مرة في السنة معنى في السنة يزرعوا أكثر من مرة إضافة إلى تشجيع الاستثمار خارج اليابان مفهم بش يكون عندهم اكتفاء ذاتي وبفضل هذه المجهودات تمكن اليابانيون من تحقيق معاجزنا نحن عن تحقيقه رغم الاختلاف الإمكانية يعني اللي هنا بششوفوا بالإمام هما ما عندهمش كيفاش ما عندهمش الكثير من الثروات لكن عارفوا كيفاش يستغلوا البلد التحهم عكسنا للأسف يلا هذه بالنسبة قلنا لجميع التمارين ولا الوضعية الإدماجية اللي تقدر تطيح لكم في التاريخ والجغرافية اللي شفناها مع بعض إذن أبنائي بناتي داعندكم أي سؤال ولا استفسار خلوه لي في التعليقات وجيبوا عليه في أقرب وقت ممكن وكما نقول لكم كالعادة بالتوفيق إن شاء الله شكرا